اليوم رح نتعرف على الأعياد وخاصة أهم عيدين عند المسيحيين والمسلمين ورح نشوف كمان عند الهندوس عيد الفصح هو العيد الكبير عند المسيحيين وهو عيد قيامة يسوع المسيح من الموت بعد صلبه وموته على الصليب هو انصلا بيوم الجمعة وقام يوم الأحد لهيك بتقوم بعض الكنيس بيجناز المسيح يوم الجمعة ويوم الأحد بيحتفله بقيامته ومن العادات بهالعيد تزيين البيض المسلوق بالألوان كرمز للحيات اللي بتتجدد وكمان الكعك والمعمول وبيض الشوكولات تاريخ يوم العيد بيختلف بين الطواقف المسيحية لهالسبب عنا فرصتين لعيد الفصح عيد الميلاد هو ذكرى ولادة المسيح معظم الكنيس بتحتفل فيه بـ 25 كنون الأول والأرمن الأرثوذوكس بيحتفله فيه بـ 6 كنون الثاني بيحتفل المؤمنين بإديس خاص ليلة العيد وبيضقوا الجراس بالكنيس ومن العادات والتقاليد شجرة الميلاد المزينة مغارة الميلاد يلي بتذكر بالمغارة اللي ولد فيها يسوع وبداخلها تماثيل الشخصيات والحيوانات اللي كانت موجودة وقتا وكمان ما بننسى بابا نوال والهدية وفي ناس بتعمل جاتو بيش دو نوال وناس بتعمل مغلي وفي ناس بتزرع حبوب حول المغارة قبل العيد حتى تنبت بالعيد كرمز للحيات وأهم شي بها العيد هو الاهتمام بالناس المحتاجة وعمل الخير عيد الأطحى هو العيد الكبير عند المسلمين وبيجي من بعد مناسك الحج وهالعيد بيستذكر قصة النبي براهيم العيد مدتو ثلاثة أيام وبيبلش بصلاة بالجامع صباحا بأول يوم العيد ومن عادة هالعيد الناس هن ورايحين وجايين من الجامع بينشدوا نشيد قديم من بدايات الإسلام كمان في زينة العيد الخاصة ليللي راجعين من الحج وتياب العيد الجديد للولاد وكمان في العيدية هدايا أو مصاري والمعمول والكعكب تمر وبهيد العيد كمان الناس بتتذكر بعضها فبيزوروا بعضهم وبيزوروا أيضا المتوفين من العيلة وكمان بيساعدوا بعض وخاصة بيوزعوا لحمة من خواريف العيد عيد الفطر هو العيد الصغير يعني تاني أهم عيد لدى المسلمين بيجي بعد شهر رمضان وبيبلش بصلاة بالجامع مع صباح العيد والحلو كمان أنه الناس هي ورايحة على الجامع وراجعة منه كمان بتردد نشيد بيتردد من بدايات الإسلام ومن تقاليد وعادات هالعيد العيدية تياب العيد المعمول الزيارات وزيارة المتوفين مساعدة الفقراء وأهم شي غدا العيد يلي بيجمع العيلة عالطعام من بعد شهر الصيام ما في زينة خاصة لها العيد بس تعودنا نعتبر إنه الفانوس هو زينته لأنه كان عم بيزين كل شهر رمضان ومتل ما شفنا هالأعياد بالهندوسية في عيد كتير مهضوم هو هولي أو مهرجان الألوان يلي بيصير فيه احتفالات شعبية بالشوارع والناس بتكب على بعضها مي وبودرة ملونة وبيصيروا الناس من كل الألوان وعيد تاني مهم بالهندوسية هو عيد ديوالي أو عيد المصابيح لعدة أيام بيضووا مصابيح زيت صغيرة وبحطوها برات البيوت تيرمزوا لانتصار النور على الظلام والخير على الشر بهالعيد بيتبادل الأقارب الهداية وبيلبسوا تياب جديدة وبيعملوا حلو مصنوع من الحليب